بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين الانجيل من معلمنا يحن البشير بركاته علينا امين فرفع يسوع عينيه ورأى جمعا عظيما مقبلا إليه فقال الفيلوبوس أين نجد خبزا فنبتاع ليأكل هؤلاء قال هذا ممتحنا إياه أول مرة نسمع الحتة دي من المسيح أنه بيمتحن أتباعه بيمتحن أتباعه إحنا إحنا حندخل امتحانات امتحانات إيمان ليه؟ لأن المسيح معلم إحنا لنا عمر بنيجي كنيسة وبنسمع الانجيل وبنسمع التعليم أو على واحد يفتكر أبدا أنه مش هيمتحن ده التلميذ قال هذا ممتحنا إياه أنا ده موضوع النهاردة أنه كل واحد الذي يعرف أنه حيمتحن اللي بيذاكر بيمتحنه في الميديسن اللي بيذاكر دينتس بيمتحنه في الدينتس اللي بيذاكر ماسيماتيكس بيمتحنه في الماسيماتيكس طب إحنا المسيح حيمتحنه في إيه؟ في الإيمان في الإيمان عجيب أو يبوليس الرسول المرة قال امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ الإيمان سيمتحن واسمعنا عن امتحن الإيمان ده زمان خالص في أيام إبراهيم remember لما قال له خد ابنك قال هذا ليمتحن محباته له فيه امتحان امتحان إيمان أنا أفتكر مرة زمان وأنا شاب صغير في السنة ويمكن كان أستاذي في مدرس الأحد راح الدير هو دلوقتي بقى أسكف فإيه كنت أقول له طب صليل عندي امتحان قال له حاضر بس دي بسيطة إحنا امتحاناتنا كل يوم أو أنت امتحانك مرة في آخر السنة وخلاص فمن بادري مدرك أنه فيه امتحانات طب تعال نشوف عمل إيه الامتحان وإيه الإيمان بيعمل فيه قال هذا ممتحنا إياه أرجو أنا عاوز أقول تاني ما فيناش واحد عمره ما داخل امتحان اللي بيخش الجامعة عارف امتحاني وكذا اليوم الفلاني ده امتحانات آخر السنة امتحانات المتر الفاينال إنت امتحاني كل يوم وإيه المادة اللي حيمتحني فيها المسيح الإيمان أرجو محدش ينسى لنكون عايشين في الدنيا وفاكرين إننا فيهاش امتحانات قال هذا ممتحنا إياه أرجوكم أنا مركز فيدي لإنه احتدنا نمشي في الدنيا ومش دريانين وفي واقع الأمر سقطين كل يوم وغير مدركين سقطين على طول في الإيمان في كل يوم بيتحط قدامنا امتحان الإيمان وحوريلة كمان شوية والواحد صائت صائت ومش واخد في باله وأحياناً يلوم الله على الامتحان اللي هو سقط فيه مين يلوم الأستاذ لما ما يجاوبش في الامتحان ويصد حبين لك كل الكلام ده لكن حط في بالك امتحان الإيمان ده ذكرله كويس وشوفه بعنيك بيجيلك فين وزاي وكل يوم وحأكد لك إنه بيجيلك كل يوم وبنصد كتير أوي 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 قال هذا ممتحناً إياه لأنه كان عارفاً بما كان مزمعاً أن يفعل عارف المسيح هيعمل إيه المسيح عارف هيعمل إيه هيعمل لك كل خير بس بيمتحنا بس طيب بردك المسيح لما هتنتهي القصة لما فشل القديس في لبوس بردك المسيح عارفين إيه في لجنة رقفة بردك بنجحنا بردك بس بيزعل لا يكفيهم في لبوس قال له لا يكفيهم خبز بماتي دينار ليأخذ الواحد منهم شيئاً يسير حسبتها إزاي يا أبونا القديس في لبوس بالعقل بالمخ بص على الناس كده دول كام خمس سلاف الرغيف بكام حسبها كده حسبة قال له أقل لحاجة يعني مش أقل من ماتين دينار ده عقل ده عقل صائب جداً وناصح خالص خالص ده بتاعي أنا وإنت اللي ساعات يما ياما ياما بنستخدمه في حياتنا بس طلع العقل ده ما ينفعش خالص قال له واحد من تلميذه وهو انضراوس أخو سمعان بطرس ابتدى يجيب نمر أحسن شوية في الإيمان قال له هنا عندنا غلام معه خمسة أرغفة من الشعير وسمكتين حلو قوي أه لو كان ساكت على كده أنا مش بكلم على انضراوس ولا في لبوس دول أبأنا القدسين أنا بكلم علي أنا ساعات يجيلك كده واعز الإيمان أنا معايا حاجة بسيطة أو تنفع لا لا تنفعش يدخل العقل تاني على طول بصوا بصوا التدبير قال له هنا واحد معه خمسة أرغفة من الشعير وسمكتين طب كويس قدمهم بقوا خلاص قدمهم وخلاص رجعانه ولكن ماذا تكون هذه بالنسبة لهذا الجامعة أنا بشبه نفسي أنه يجي الامتحان قدامي امتحان مثلاً محبة شخص أساء إلي بيجيلي على طول عندي شوية غفران كده سمعتهم في الإنجيل سمعتهم في الوعظة سأقول لا لا الإساءة دي كبيرة أوي لا أنا ما قدرش أستحمل دي يخسارة يخسارة كان عندك كان عندك اللي هو الخمسة خمسة أرغفة وكثين كان عندك بصيص من الغفران أهلو كنت حطيته في إيد المسيح أو واحد عنده طلب عند المسيح صعب يسمع الآية كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون يقف يصلي وبعد شوية يقول بس انت بحتيجي ازاي يعني مش معقول أنا نفسي في حاجة بس إمكانياتي الجسدية وفتاع يقف إيه اللي عندي ده قدام الطلبة الكبيرة يفشل ويخسر كتير نقول لك دي امتحنات كل يوم امتحنات كل يوم ولكن ماذا تكون هذه بالنسبة للجمع ده سؤالنا اللي بنقوله كل يوم لإن ما فيناش واحد فينا بقى ما عندوش الخمس خبزات والسماكتين دول عندنا 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 محبة في المسيح ضعيفة عندنا إيمان ضعيفة أهلا والواحد يمسك فيه كان إنجيل مبارح بديع خالص مكمل كان فيه واحد خادم للملك ابنه بيموت سمع عن المسيح إنه موجود طلع يجري عليه خمسة وعشرين كيلو راح أخيرا وصل المسيح بينه هجمه قاله الحق أني ابني بيموت بعد شوي قاله انزل هو وصل قائد فاكر نفسه في الجيش قاله انزل تعالها معايا لأنه ما بيموت أعز ما عنده فقاله اذهب ابنك حي خد الكلمة وطلع يجري بيجري ورا إيه ورا الإيمان اللي كان جواه ما خدش المسيح ما خدوش بأديه كده وراح دخد الكلمة بس وطلع يجري واللي حواليه بيجري وراه راح دخل مش بيسأل الواد لسه عايش مسك الواد متأكد وحي بعد ما باسه وحضنه اللي قلولي هو خفز امتى ده بيقول عشان الناس تعرف قاله خفز ساعة السابعة قل لي يا سلام يا سلام على الراجل اللي احنا ما نعرف لهش اسم ولا ذكره طب وإحنا ولاده مش قادرين لغاية النهاردة نمسك في الكلمة ونبني عليها حياتنا ضد المستحيل ما هو إنجيله استحالة تأكد خمس تلاف بخمس خفزات ازاي ما فيش عقل يقبل الكلام ده في إيمان طيب كمل معايا المعجز فقال لي فقال يسوع لما سقطوا في الامتحان بردك الله طيب لأجل الناس أعادهم وقال للتلاميذ بقى طبعا أنا يتيالي كده أول واحد ندهو اندراوس وفلوبوس قالوا تعالى تعالى خدوا بقى وزعوا انبهروا عملين يوزعوا خمس تلاف وبعدين إن الإنجيل قال أكلوا كل واحد لغاية ما شبع الإمان بيشبع خلي بالك العقل قال لك إيه يقفيهم شيئا يسير أرجوكم تاخدوا بالكم من الإنجيل العقل إداهم إيه شيء يسير ولكن الإيمان أكلوا كل واحد على قد ما هو عاوز وفاض رجعوا تاني فايدين إيه ده إيه إمكانيات الإيمان دي إيه إمكانيات الإيمان وإيه إمكانيات العقل مكفيانة بقى مكفيانة عقل وحسابات بإمكانيات الإنسان أعمل إيه منع إمكانياتي كده وظروفي كده واحتاجات بيتي كده أعمل إيه في إيمان يا آخ في إيمان بيعدي المستحين مين في الدنيا يقول خمسة خبزات يأكله خمس تلاف مين يقول دي مين يقول أنا الإنسان الغلبان أقدر أسامح المسيئين إلي مين يقدر الإيمان مين يقدر في العالم اللي ضد الإنسان ياثق في كلام أنا معكم كل الأيام في العالم سيكون لكم ديك ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم مين يسد مين يسد إن كل الطلبة تطلبها بإيمان تاخدها تحنات جي المسيح إداك الوراء الوراء دي تذكر كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون ييجي تاني يوم يسألك أنت حافظ الآية لكن بتعيشها بتقدر ترمي عليها حياتك كلها وتفرح زي الراجل ده بتاع مبارح اللي قال له ابنك حي سد لا شاف ولا بي هو شافش حاجة خالص بس أخد الكلمة وصدقها وطلع يجري خامسة وعشين كيلو أنا بقول مع بولس الرسول بقى مكفيانة حكمة وحسابات بولس الرسول في الرسالة بيقول أين الحكيم أين المباحث أي كاتب ألم يجهل الله حكمة هذا العالم يكون ش بولس الرسول كان واقف كده وبيتفرج على المعجزة دي تتولى إيه مش عال من كم يوم كم يوم إيه أول مبارح مش كده كانت الكنيسة بتحتفل بذكرى الشهداء بتوع ليبيا أنت تعرفوا إيه الشهداء بتاعتهم إيه الحكمة بتاعتهم ولا حق ما لدول إيه دول دول إيمان فقر مطقع جهل بس إيمان كتبوا أسميهم بالدم في سجلات السماء يكمل بولس الرسول للرسالة يقول إيه اختار الله جهال العالم ما قدرش أبدا يعمل المعجزة على العقل بتاعه في لبوس ولا ندراوس ما يدارش إحنا بنعطل المعجزة بفكرنا بنعطل النعمة بإمكانياتنا أعمل إيه مظروفة كده أنا ما قدرش بنعطل النعمة بإمكانياتنا يا بخته الولد الصغير ده ده طلعوا من وسط الخمس تلاف ده وهو ماسك الخبزات بتاعته الرسول اللي جايب وقالوا دول إيه يعملوا إيه والولد طالع يجري فرحان خد اللي معايا حاجة بسيطة خالص يا بخته الودة هو قاعد كده عمالي يبوس إيه ده دول اللي كانوا معايا اللي أمي مدهم ليه أكلوا كل دول إيه ده إيه ده إيه ده ما أنا كده وإنت كده إمكانيات ضعيفة في المحبة في الإغفرام في الطاقة أما اختار الله جهال العالم ليخذي بهم الحكمات أما اختار الدعفاء ليخذي الأقوية أما اختار الأدنياء والمزدرة وغير الموجود ليبطل الموجود تبدأ أنا بقى يا ربي بقى خلاص جاحد إمكانياتي وجاحد فكري وجاحد معرفتي وحطه قدامك كل جهلي وكل ضعفي لكي يتمجد اسمك في حياتي والآخرين لربنا المجد للأبد أمين جنمًي أما اختار il موسيقى